استخدام خاصية التوزيع وهنا نقصد أنني سأقوم باستخدام خاصية التوزيع بطريقة عكسية سأقوم بتحليل الحدود أنا أعلم باستخدام خاصية التوزيع نقوم بضرب العدد الذي في الخارج أو الحد X أيا يكن بالحدود التي في الداخل 6 في 3X و 6 في موجب 2 فتصبح 18X زائد 2 لكن الفكرة هنا أنني أريد أن أقوم بالتحليل أي عكس استخدام خاصية التوزيع الآن لو قمت بتفصيل الحل أنا أعلم أن الثمانة عشر X إذا أردت أن أقوم بضربها أو كتابتها على شكل نواتج ضرب أعداد أولية العدد الثمانة عشر هو ثلاثة في اثنان في ثلاثة لأنه 6 في ثلاثة وهذه الأعداد الأولية له ثلاثة في ثلاثة في اثنان أما العدد الثناش هو ثلاثة في اثنان في اثنان الآن نقوم بأخذ العامل المشترك العدد الثلاثة والعدد الثنان أي أنني أستطيع أن أقسم العدد الثمانية عشر والعدد الثناش على العدد ستة وأقوم بكتابته بهذه الطريقة ستة في ثلاثة أكس زائد ستة في اثنان الآن العدد ستة كما ذكرت هو عامل مشترك للحد الأول والثاني أقوم بكتابته خارج الأقواس يبقى من الحد الأول ثلاثة أكس أي أنني قمت بقسمة الحد الأول على الستة والحد الثاني يبقى به اثنان لأنني قمت بقسمة على العدد ستة طبعا عندما أقوم بحل المساة الأخرى سأقوم باختصار العملية الآن سأقوم بالبداية استخدام خاصية التوزيع والتحليل أنا أريد في هذا الدرس فقط التحليل ليس استخدام خاصية التوزيع الاثنان أم أس اثنان هي اثنان ضرب أم ضرب أم أما الواي أم هي واي في أم لذلك ألاحظ أن العامل المشترك هو الام أي أنني قمت بقسمة الحد الأول على أم يبقى اثنان أم والحد الثاني يبقى وي الآن انظر إلى هنا هذا المثال سأقوم بالتحليله من دون أن أقوم بكتابة الأعداد الأولية لدينا أعداد العدد إثنى عشر والعدد ثمانية كلا العددين أستطيع قسمتهم على العدد أربعة ويسمى العامل المشترك الأكبر لدينا إكس أس اثنان وإكس نأخذ الأس الأقل أو ذات الدرجة الأقل الإكس أس واحد أستطيع أن أخذ إكس أس واحد من كلا الحدود لدينا هنا أم وهنا أم أس اثنان كما ذكرت نأخذ أقل أس فيها وهي أم أس واحد أما الواي غير موجودة في الحد الأول فلذلك لم أأخذها أربعة قسمة أربعة يبقى ثلاث إكس أس اثنان إذا أخذنا منها إكس أس واحد يبقى إكس لأنني قمت بالقسمة على إكس الأم إذا أخذتها كلها يبقى واحد والواحد لا يكتب فيها عملية الضرب أي يبقى ثلاثة إكس هنا بطريقة مشابهة الثمان يقسمها على الأربعة يبقى ثلاثة أم أس اثنان أخذ منها أم تبقى إم واحدة والإكس على إكس نقوم بحثفها والواي هذا السؤال ستة إكس أس اثنان زاد إكس انظر إلى العامل المشترك كما ذكرت خذ الإكس الأقل إكس أس اثنان وإكس تبقى إكس واحدة أستطيع أن أخذ فقط الإكس كعامل مشترك لكن عندما نأخذ الإكس من الحد الثاني أغلب الطلبة يكتبوا صفر هي ليست صفر إكس على الإكس هي واحد فضع العدد واحد كباقي العامل المشترك أو كباقي القسمة في السؤال الأول 15W والثلاث V الW والV كمتغيرات لا يوجد عامل بينهم لكن هنا لل15 والثلاث أستطيع أن أخذ العدد الثلاث كلا العددان يقسمان على الثلاث فيبقى 5W لأن 15 على الثلاث 5W والثلاث على الثلاث هي واحد أي سالب واحد V السؤال التالي يحتوي على ثلاثة حدود 7U S2 T U S2 21U T S2 U T نبحث عن الأعداد العدد الأول 7 21 وهنا سالب واحد لا يوجد عامل مشترك لهذه الأعداد لو كانت 7 و 21 فقط أستطيع أن أخذ العدد 7 كعامل مشترك لكن هنا الواحد فلا أستطيع أن أخذ عامل مشترك لهذه الثلاثة عدد الآن ننتقل إلى المتغيرات ونأخذ الأس الأقل U S2 U U نأخذ U واحدة هنا T S2 ثم لديك T S2 وفي النهاية T نأخذ T واحدة من الحد الأول يبقى العدد 7 كما هو والU S2 أخذنا منها U واحدة يبقى U والT S2 خذنا منها T واحدة يبقى T لأن T S2 قسم T هي T الواحد وعشرين كما هي ثم أخذنا U يبقى T كما ذكرت بعض الطرابة يكتبون صفر لكنها في الحقيقة U على T أنا قمت بقسمة هذه الحدود كلها على U T وهو العامل مشترك فيبقى واحد من الحد الأخير ليس صفر هنا في هذه المسألة سنستخدم طريقة مختلفة لإخراج العامل المشترك لدي أربع حدود في كل سؤال سأخذ عامل مشترك من كل حدين فمثلا في السؤال الأول سأخذ عامل مشترك من الحد الأول والثالث وأستطيع من الأول والثاني نلاحظ في الحد الأول والثالث أستطيع أن أخذ عامل مشترك R سأقوم بكتابتهم بجانب بعض والخمسة N مع العدد خمسة أو سالب خمسة كما ذكرت الحد الأول والثاني نستطيع أن أخذ المتغير R يبقى من الحد الأول N وهنا ناقص 1 لأنني قمت بالقسمة على R هذه الأعداد أو هذه الحدود أستطيع أن أخذ العدد خمسة منها إذا أخذت الخمسة يبقى N ناقص 1 انتبه دائما هي واحد ليس صفر الآن لاحظ هنا معي الحد N-1 موجود في كلا الحدين N-1 وN-1 وهو حد مضرب بالعدد R أو بالخمسة فأستطيع الآن أن أخذ N-1 كلها كعامل مشترك فيبقى من هنا فقط المتغير A وهنا يبقى العدد خمسة وهذا هو التحليل لهذه الحدود نعيد المسألة مرة ثانية في السؤال B لدينا 3NP 15B-4 وN-20 خذ الأول مع الثاني 3NP مع 15B ونلاحظ من الحد الأول والثاني لدينا أدة متغيئة عوامل وهي في البداية العدد 3 لأن 3 تقسم على الثلاث والخمسة عشر تقسم على الثلاث وأستطيع أن أخذ المتغير B فأخذ العام المشترك هو الثلاثة B يبقى في الحد الأول فقط N هنا يبقى خمسة لأن B مع B قمنا بحث فيها الخمسة عشر على الثلاث هي خمسة الآن الحد الثاني والثالث أو الثالث والرابع سأخذ العدد سالب أربعة كعامل مشترك لكن انتبه عندما تأخذ عامل سالب اعكس الإشارات فالسالب أربعة N يبقى فيها موجب N لأنني أخذت عامل بقيمة سالبة السالب عشرين تصبح موجب خمسة لأن السالب عشرين قسمة سالب أربعة هي موجب خمسة وكمذا كعامل N زائد خمسة هي عامل مشترك في الحد الأول والحد الثاني هنا يبقى الثلاثة B وفي الطرف الثاني أو الحد الثاني يبقى ناقص أو سالب أربعة طبعا أستطيع أن أقوم بحلها بطريقة مختلفة مثلا أخذ الأول مع الثالث نستطيع أن نأخذ عامل مشترك N فقط يبقى الثلاثة B في الحد الأول والحد الثالث يبقى منه سالب أربعة خمسة عشر B والسالب عشرين أستطيع أن أخذ منهم العدد خمسة فقط لو أخذنا موجب خمسة يبقى هنا الثلاثة B لأن خمسة عشر على الخمسة هي ثلاثة والB كما هي وسالب عشرين على الخمسة هي سالب أربعة واكمل بنفس الطريقة أخذه عامل مشترك ويصبح نفس الإجابة تماما هذه المسائل أيضا تحل بطريقة مشابهة السؤال الأول أستطيع أن أخذ من الحد الأول والثاني C إذا أخذنا C في الحد الأول يبقى العدد واحد لأن C على C هي واحد هنا يبقى سالب 2D أما الحدود التالية أستطيع أن أخذ العدد أربعة العدد الثمانية والعدد أربعة يقسمان على العدد أربعة فلذلك أخذ العدد أربعة كعامل مشترك أنا أخذه كعدد موجب فتبقى الإشارات كما هي 2D ناقص 1 لاحظ أن القوس الأول يشبه الثاني لكن بإشارات مختلفة فلذلك يجب أن أقوم بعكس أحد هذه الأقواص عكس الإشارات فالآن من هذا القوس 2D ناقص 1 باللون الأصفر أستطيع أن أخذ العدد سالب واحد أو أن أقوم بعكس الإشارات بشكل مختصر لكن بشرط أن أعكس العامل الذي في الخارج فتصبح سالب أربعة وأقوم بعكس هذه الإشارات السالب واحد تصبح موجب واحد الاثنان D كانت موجبة تصبح سالبة والآن أخذ العامل الأول والثاني 1 ناقص 2D كعامل مشترك 1 ناقص 2D هو عامل مشترك لهم جميعاً يبقى الحد الأول كامل C والحد الثاني يبقى ناقص أربعة وهذا هو التحليل النهائي هذا السؤال بطريقة مشابهة بعض الطلبة سيأخذوا B من الحد الأول والثاني والثالث لكن هذا الشيء لن يخدم المسألة أريد أن أقوم بأخذ عامل مشترك من كل حدين الآن هذه المسألة سأقوم بأخذ العدد أو المتغير B من الحد الأول والثاني فقط أما من الحد الثالث والأرابع أستطيع أن أخذ العدد 9 هذه العداد 18 وال27 تقسم على 9 فمن الحد الأول والثاني اخذ B يبقى في الحد الأول فقط 3 ثم سالب 2B واحدة هي كانت B أس 2 أخذنا منها B تبقى B واحدة ومن الحد الأول أو عفوا الحد الثالث والأرابع كما ذكرنا هذا العددان يقسمان على العدد 9 سأأخذ السالب وعندما ذكرت في المسألة السابقة عندما تأخذ عدد سالب إعكس إشارات الحدود سالب 18B تصبح موجب 2B العدد 27 يصبح سالب 3 هنا أريد أن أعكس فأنا كان من الأفضل أن أأخذ موجب 9 ليس سالب 9 الآن قم بعكسها مرة أخرى ليكون 2B ناقص 3B تشبه الحد الثاني لأن 3 ناقص 2B هي نفس 2B ناقص 3 لكن بإشارات معكوسة عكست إشارة المعامل وعكست إشارة الأقواص بهذه الطريقة تقوم بعكس الحدود وهذه الطريقة ستستخدمها في حل المعادلات في المستقبل الآن كما واضح يبقى لدي 3 ناقص 2B من كل حد وهو العام المشترك الآن سأقوم باستخدام طريقة التحليل لحل المعادلات كيف ذلك؟ الآن لو قمت بطرح السؤال أعطيني أي عددين ناتج ضربهم صفر ستقول لي مثلا صفر في خمسة أو مثلا صفر في اثنان سالب واحد في صفر سالب واحد في ثمانية نلاحظ أنني جميع الأمثلة التي طرحتها تحتوي على العدد صفر لدائما هذه قاعدة إذا أردنا إيجاد ناتج ضرب عدد صفر يجب أن يكون أحد العدد هو صفر إما الأول أو الثاني هنا أتحدث عن عملية الضرب فلذلك في السؤال إيه؟ ثلاثة ن ضرب ن زائد اثنان يساوي صفر يجب أن يكون إحدهما إما الثلاثة ن أو ن زائد اثنان هي صفر فهنا نقوم بحلها عن طريق إما أو إما الثلاثة ن يساوي الصفر وهنا أحتاج أن أقسم على ثلاث فالإن تساوي الصفر أو أخذ المعامل الآخر إن زائد اثنان إما إن زائد اثنان هذه القيمة كلها ستكون قيمتها صفر أي إن زائد اثنان يساوي الصفر وهذه المعادلة تحل عن طريق طرح اثنان إن يساوي سالب اثنان فهذه المعادلة لها حلان إما الإن صفر أو الإن يساوي سالب اثنان الموادلة الثانية كتبت بطريقة طرح حد أول ناقص الحد الثاني يجب أن أكون بتحليلها لأكتبها على شكل نواتج ضرب سأأخذ عامل مشترك وهو 8B لأنني أستطيع أن أقسم الحدود على 8 وعلى الB يبقى في الحد الأول B1 و8 قسم 8 واحد والأربعين قسم 8 هي 5 والB أخذناها عامل مشترك فإما الحد الأول 8B هو الصفر وعند القسم على 8 فالB هي الصفر أو الحد الثاني B ناقص 5 يساوي الصفر وعند جمع العدد 5 فتكون قيمة B هي 5 وهذا هو الحل إما الصفر أو 5 هذه الأعداد التي تجعل معادلة قيمتها صفر المعادلة الأخيرة في البداية قم بنقل السالب 10X إلى الطرف الأيمن أو الأيسى رفون وخذ عامل مشترك X لأن لديك X2 وX1 خذ X فالX يبقى منها X وال10X يبقى فقط 10 هنا نقول إما الحد الأول صفر استخدم هذه الطريقة فقط في حالة الضغب أو X زاد 10 كلها تساوي الصفر وهنا يكون X يساوي سالب 10 في هذه المسألة المسألة الكلامية يمكن تمثيل قفزة الكنغا بالمعادلة 24T ناقص 16T أس 2 الـ H هو الارتفاع والـ T الزمن أوجد قيم T عندما يكون الارتفاع صفر أي قم بحل هذه المعادلة إذا علمت أن قيمة الـ H يساوي الصفر فأقوم بتعويض قيمة الـ H الصفر وأعيد كتابة المعادلة هنا أحتاج أن أقوم بتحليلها أستطيع أن أخذ من العددين الثمانية ولديك T واحدة وT أس 2 خذ منها T فالحد الأول يبقى منه ثلاثة فقط ثلاثة 24 على ثمانية هي ثلاثة والـ T مع T قمنا بحذفها أو اختصارها والحد الثاني سالب 2T إما الحد الأول 8T يساوي الصفر أي T يساوي الصفر وإما الحد الثاني 3 ناقص 2T يساوي الصفر يجب أن يكون أحد الأعداد هو الصفر هنا انقل ثالب 2T ثم اقسم على العدد 2 فالـ T تساوي ثالب 2 فهنا الكنغر يكون ارتفاعه صفر إما عند الزمن صفر في بداية القفز أو بعد ثلاثة على اثنان ثاني أي بعد ثانية ونصف يعود إلى الأرض لأنه يقفز ويعود مرة ثانية إلى سطح الأرض سنقوم بالتحليل بشكل سريع لديك الأعداد 21 و15 تقسم على ثلاث فإذا قسمنا على ثلاث يبقى 7B وسالب 5A ونلاحظ أن الـ B والـ A متغيرات مختلفة لا يوجد بينهم عاما مشترك هنا هذه الأعداد الأربعة عشر والاثنان أستطيع أن أخذ عاما مشترك اثنان ولديك C أس اثنان وسي خذ السي الأقل هنا يبقى في الحد الأول يبقى 7C والحد الثاني 2C قسمة 2C يبقى فقط 1 سأأخذ مثلا مسألة رقم ثلاث مسألة مختلفة وبها عواما مختلفة نرحض في البداية لأعداد 10 9 سالب 1 لا يوجد عاما مشترك لهذه الأعداد العشرة والتسعة والواحد لا يوجد عدد أستطيع أن أقسم عليها نأخذ المتغيرات لديك G أس اثنان و G أس واحد و G أس اثنان خذ الجي الأقل وهي G أس واحد بالنسبة للمتغير H لديك H أس اثنان H أس اثنان ثم H خذ الأس الأقل دائما فإذن سنأخذ عاما مشترك هو G و H في الحد الأول يبقى العدد كما هو 10 الجي طرحنا منها 1 يبقى G وال H واحدة يبقى H هنا العدد كما هو 9 الجي قمنا بأخذها كاملة G على G هي واحد فتذهب H أس اثنان يبقى منها H وهنا بطريقة مشابهة ناقص G وال H سنقوم باختصارها لأن H على H هو واحد هنا لديك الأعداد 12 6 2 وهذه الأعداد كلها تقسم على العدد 2 ففي البداية لديك عاما مشترك عددي هو 2 بالنسبة للمتغيرات لديك G G أس اثنان G أس اثنان أي أستطيع أن أخذ الأس الأقل هو G أس واحد لديك K أس اثنان K في الوسط ثم K أس اثنان وأخذ الأس الأقل هو K 12 على 2 6 وال G مع الجي قمنا بأخذها يبقى K واحدة ال 6 على 2 هي الثلاث وال G هي أس اثنان أخذنا منها واحدة يبقى G واحدة وال K أخذناها كلها وهنا 2 على 2 هي واحد فلا تكتبها لأن الواحد هو محيد G واحدة وأيضا الكي والس واحد المسائل الثانية هي أربعة حدود أيضا تحليل لكن سنستخدم التحليل مرة تان في البداية سأأخذ عاما مشترك من الحد الأول والثاني من ال M B والاثنان N والعامل مشترك كما هو واضح المتغير N فقط المتغير N إذا أخذته من الحد الأول يبقى B وهنا يبقى موجب 2 الحد الثالث والرابع أستطيع أن أخذه العدد الثمانية كلاهما يقسم على الثمانية فثمانية B على ثمانية يبقى B والستة عشر على الثمانية يبقى 2 الآن أخذ العامل المشترك هو B زائد 2 أستطيع أن أخذه كله عامل المشترك لأنه معامل ضرب فإذا أخذنا بي زائد 2 كعام نشترك يبقى في الحد الأول إن ومن الحد الثاني يبقى العدد ثماني وهذا هو التحليل النهائي لهذه المسألة نحاول أن نأخذ مسألة مختلفة أخرى مثلا لو أخذنا السؤال السادس XY ناقص 7X زائد 7Y ناقص 49 كما ذكرت خذ حد أول مع الثاني أو تستطيع أن تأخذ الحد الأول مع الثالث كلهما سيعطي نفس النتيجة لكن الأول مع الأخير صعب الأول والثاني أستطيع أن أخذ الـ X كمعامل يبقى الـ Y ناقص 7 هنا نستطيع أن نأخذ العدد 7 كلاهما يقسم على العدد 7 7Y على 7 هي Y سالب 49 على 7 هي سالب 7 الآن أصبح لدينا معامل مشترك أو عامل مشترك هو Y ناقص 7 خذه كمعامل في الخارج يبقى من الحد الأول X والحد الثاني يبقى 7 وهذه نواتج ضرب بين الأول والثاني أيضا سأخذ السؤال السابع 3BC ناقص 2B ناقص 10 زائد 15C الحد الأول والثاني به عاما مشترك هو المتغير بي يبقى 3C ناقص 2 العاما مشترك دائما تذكر هو ناتج قسمة الحد الثالث والرابع لديك العدد 10 والعدد 15 كلاهما يقسم على العدد 5 فالآن إذا أخذت سالب 5 يجب أن تقوم بتغيير إشارات الحدود إذا أخذت الموجب 5 تبقى الحدود كما هي كما الإشارات أنا أخذت سالب 5 فالسالب 10 تصبح موجب 2 الخمسة 10C تصبح سالب 5 كما ذكرت أعكس الإشارات لكن الآن سأضطر إلى أن أقوم بعكس الإشارات مرة أخرى أنا يجب كان عليك يجب أن من البداية أن تأخذ موجب 5 لأن العامل المشترك 3C ناقص 2 الثلاثة C هي الموجبة أما الاثنان هي السالبة وكما تلاحظ أن الاثنان أصبحت موجبة لأنني أخذت سالب 5 من السالب 10 سالب 10 على سالب 5 هي موجب 2 فالآن سأقوم بعكس الإشارات مرة أخرى عكس الإشارة القوس الثاني 2 ناقص 3C لكن إذا أردت أن تقوم بعكس الإشارات أعكس إشارة المعامل في الخارج أي أقصد السالب 5 فتصبح B أو هذه الثلاثة 5 وهنا أقوم بعكسها موجب 3C وسالب 2 وهذه كما هي لم أقوم بتغيير أي من الإشارات الآن أخذ المعامل لأنه نفس المعامل 3C ناقص 2 وأيضا 3C ناقص 2 يبقى B وزائد 5 سأنتقل لحل معادلات باستخدام التحليل مثلا نأخذ هذه المعادلة الأولى هو قام بتحليلها بشكل جاهز 3C ضرب كي زائد عشر لديك ناتج ضرب حد أول 3C والحد الثاني كي زائد عشر يجب أن يكون إحداهما صفر إما أو نقول إما 3C يساوي الصفر أو كي زائد عشر يساوي الصفر لديك حل من المعادلة الأولى اقسم على العدد الثلاث فكي تساوي الصفر هذا الحل الأول من المعادلة الثانية اطر حشرة فكي تساوي سالب عشر هذا الحل الأول والثاني السؤال العشر أيضا المسألة هي مكتوبة على ناتج ضرب عوامل 4M زائد 2 كلها ضرب 3M ناقص 9 إما أو إما 4M زائد 2 يساوي الصفر أو 3M ناقص 9 أيضا يساوي الصفر الحد الأول أو المعادلة الأولى تحتاج أن تطرح 2 في البداية فتصبح 4M يساوي سالب 2 هذه تحليل المعادلات بسيطة أو نقلها للطرف الآخر 4M يساوي سالب 2 ثم أقسم على العدد 4 فالM تساوي سالب نصف سالب 2 على 4 بعد التبسيط سالب نصف هنا اجمع 9 ف3M يساوي موجب 9 اقسم على العدد 3 فالM تساوي 1 على 3 أو عفوا 9 على 3 هي 3 مثلا سنأخذ السؤال 11 لكن أنت يجب أن تقوم بتحليله هذا ناتج طرح الطرح لا يكون إحدهم صفر يجب أن يكون ضرب فأخذت 5B عاما مشترك فيبقى في الحد الأول من العدد 24 وB أستثنان خذ منها B يبقى B وناقص 3 إما العدد الأول أو الحد الأول هو صفر 5B يساوي الصفر فالB قيمتها أيضا صفر أو 4B ناقص 3 يساوي الصفر يجب أن يكون إحدهما هو الصفر فأخذ الثلاث لليمين تصبح موجب 3 وقسم على العدد 4 فالB تساوي 3 على 4 هذه الطريقة طبعا ليست فقط لمعاملين من الممكن أن تكون ثلاثة حدود ضربية إذا كان لديك نواتج ضرب وقيمتها صفر يجب أن يكون إحداهما يساوي الصفر هذه المعادلة يجب أن تحلل لكن في البداية خذ هذا العدد لليسار أو هذا الحد 14R يصبح سالب ولدينا عام المشترك المتغير R فقط يبقى R ناقص 14 الأول إما يساوي الصفر أو الحد الثاني يساوي الصفر وهذه المعادلة عند جمعها تصبح R تساوي 14 هذه مسألة بسيطة هي أيضا عن كبوت يقوم بالقفز باستخدام هذه المعادلة أي حركته تمثل بهذه المعادلة ذكر لي أوجد الارتفاع أو الزمن التي يكون الارتفاع فيه الصفر قمنا بتعويض الارتفاع يساوي الصفر وأخرجنا عام المشترك T من الحد الأول والثاني فبما أن المعادلة تساوي الصفر إما الحد الأول يساوي الصفر فهنا T نقول أنها تساوي الصفر وأنبه أنا فقط إذا كان لديك عملية ضرب نقول أنها صفر T زاد 2T لا نقول T تساوي الصفر و2T تساوي الصفر هذا خاطئ يجب أن يكون عملية ضرب إما الأول صفر أو الثاني صفر فالحل الأول تي يساوي صفر وهو محل جاهز فهنا في بداية الحركة يكون العنكبوت على سطح الأرض ارتفاعه صفر أو 33.3-16 تي يساوي الصفر طبعا نقلنا الستة عشر تي للطرف الآخر ثم قسمنا على تي فالتي تساوي بعد القسمة تقريبا اثنان وثمانية أجزاء أي أن العنكبوت عندما يقفز يحتاج ثانيتين تقريبا ليرجع إلى سطح الأرض وهذا تفسيرها طلب مني ما أرتفاع العنكبوت بعد ثانية المعادلة هي H تساوي 33.3 تي نقل ستة عشر تي أس اثنان تعويض عوض الزمن واحد ثم عوض الزمن اثنان فبعد ثانية واحدة قم بتعويض التي واحد في المعادلة وقم بحسابها في الآلة الحاسبة 33 تي سأستخدم أنا فقط الحل الثاني سأترك التي واحد قمت بتعويض الاثنان والتعويض اثنان أس اثنان وأقوم بإيجاد الناتج أنت قم بالإكمال المسألة وأوجد العدد واحد 33.3 ضرب اثنان ناقص ستة عشر في اثنان أس اثنان ويساوي ثلاثة عشر على خمسة أي اثنان بوينت ستة أي أن العنكبوت بعد ثانيتين سيكون على ارتفاع اثنان بوينت ستة المسألة تماما متشابهة صاروخ الصاروخ يبدأ من عند ارتفاع سطح الأرض أي من الارتفاع صفر يصعد إلى الأعلى ثم ينزل الآن ما ارتفاع الصاروخ عند عودته إلى الأرض مباشرة صفر لأنه يصعد إلى الأعلى ثم يحبط مرة ثانية إلى نفس السطح فهو صفر ذكر لي افرض أن الارتفاع صفر في المعادلة وقم بحلها لإيجاد الت أخرجنا عام المشترك ت يبقى مئة وخمسة وعشرين ناقص ستة عشر تي أس واحد يساوي صفر إما تي يساوي صفر والصاروخ هنا معناه أنه على ارتفاع صفر عند الزمن صفر وهذا معناه أنه عند بداية الانطلاق كان على سطح الأرض ثم مئة وخمسة وعشرين ناقص ستة عشر تي هذه من الممكن أن تكون صفر وعند حل هذه المعادلة تجد أن التي تساوي 7.8 وهذا الزمن هو بعد عودة الصاروخ أن تقلق إلى الأعلى ثم هبط إلى الأسفل مرة أخرى